دي عشان هتروح مننا زوجة عم المجني عليه قلوم اه سلام عليكم عليكم السلام انا مرة اعمل عبدالله اه اهلا بيك اهلا بيك الوقت يعني بالنسبة لعبدالله شاد بلسه صغير زنبه ايه زنبه ايه هو ايه اكتش ولا ليه دعوة ولا اي حاجة مجرد انه هو اعتمارك ببابا قال الوقت الكل محزنان على عبدالله حفظ القرآن قالت حطيني السورة الوقت كل ما بيشوف طرط بنتعزل عايزين طلبين طلبين القصاصل اللي قتل لعبدالله ربنا يصبر ابو يصبر امه الكل هنا ما بينامش لعند ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العزل ياخد حقه ربنا سبحانه وتعالى هو هيقف وهيزن وعايدين الانسي نشوف عدل الله سبحانه وتعالى كل اتل عبدالله لان الكل هنا حزنان انا كنت تعبانة يا استزعى ولما سمعت الخبر تعبت اكتر مش كنت مصدقة عبدالله الواديع المحترم حفظ القرآن ما بيصفش ولا فرد الا انا اقدر اقوله ان ربنا يصبر الحجي سعبانه وربنا يصبر امه يا رب لاني من الزمن ما وصلنا لهذا الوضع ان احنا فيه اه كلنا خايفين على اولادنا كلنا خايفين على اولادنا لان الوضع ده ما ينفعش كده في البلد ان شباب زي ده عريش عريش زي ده ان يتخطط كده ومش منظمه اي زمن في الموضوع كله ان الله ونعمل وكيل انا الحقيقة طبعا ان الله ونعمل وكيل بشكرك جدا على مداخلتك زوجة عم المجني علي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة